نظمت وحدة الأمراض الجلدية والتناسلية بمستشفى السلطان قابوس بصلالة الندوة السنوية الثانية للأمراض الجلدية بمشاركة 130 من الفئات الطبية والطبية المساعدة بالقطاعين الحكومي والخاص من مختلف المؤسسات الصحية بالسلطنة وذلك لتعزيز الثقة بالرعاية الصحية الأولية ارتأت وزارة الصحة والمتمثلة في المدير العامة لخدمات الصحية في محافظة الضفار في إقامة هذه الندوة بهدف رفع كفاءة العاملين في الرعاية الصحية الأولية وإطلاعهم على ما يستقد من المهارات الأساسية المتعلقة بالأمراض الجلدية مما يمكنهم من التعامل مع الأمراض الجلدية الشائعة في الممارسة اليومية شاركت بورقة عمل عن الأمراض الشائعة في الأطفال في العمرية المرضى الصغار وأيضا شاركت عن الأمراض الحساسية بشكل عام من أجل تنشر الوعي بين أطباء تهدف الندوة إلى توضيح الآلية المعمول بها للتعامل مع الحالات المرضية والمناقشات العلمية الطبية إلى جانب تبادل الخبرات بين المشاركين في المؤسسات الصحية وعرض آخر المستجدات الطبية في علم الأمراض الجلدية نحن كأطباء جلدية نريد أن نوعي أطباء العموم وأطباء التخصصات الأخرى مثل الأطفال والباطنية عن أهم هذه الأمراض كيفية تشخيصها، كيفية علاجها، ما هي الأشياء التي ممكن أن ينصحوا فيها المرة يهدف هذا المنتدى إلى تطوير وتدريب الكادر الصحي وتحديداً لمعالجة الأمراض الجلدية المختلفة المنتشرة هنا في السلطنة قاصب بن محمد البرعمي صلالة محافظة ظفار